السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخروا إياكم طيب، إحنا كيف ندمج الجافا أيضاً وياها؟ إحنا لاحظنا أنه إحنا أي شيء HTML، هنضيفها في الـ Web Content الأشياء اللي عادة للجافا، إحنا ممكن نضيفها وين؟ ممكن نضيفها في الـ Java Resources Java Resources Right تضغط على New في الـ New، تبحث عن شيء اسمه Servlet Servlet أوكي؟ تضغط على Servlet، حيطلع لك الـ Project اللي موجود هنا بيسألك Java Package، ممكن تسميها أي Package أنت حر، أي اسم تضعها؟ أنا حضعكم مثلاً .Mحمدعيس على اسم موقع مالتي أنت ممكن تضع أي اسم آخر، ممكن تضع علي، أحمد، وليد، يوسف، أي شيء تضعها أنت أنا مش شرط أنه يكون بهذا الفورمات، أنت حر هنا حسميها Servlet أوكي؟ أو أي اسم آخر أنت بدك تعملها ألاحظ أنه Superclass اللي أنا عندي من هو Java Serverlet JavaX.Servlet HTTP وبيستخدم هذا HTTP Serverlet أضغط على Next ألاحظ أنه أنا في عندي الماب URLMap، سيكون عندي في المسار Servlet أضغط على Next بلاحظ أنه هناك في عندي الـ Constructor للـ Superclass سيقوم بإضافتها الـ Inheritant Abstract Methods سيقوم بإضافتها في حالة أنت تعمل Class أنا عندي Class اللي أخذته السابق، لاحظ أنا أخذته من هذا الـ Class، صح؟ إذن هذا الـ Class، إذا كان فيها هذا الـ Superclass، إذا كان فيها إذا كان فيها Constructors، سيقوم بإدخالها في داخل هذا الـ Serverlet اللي أنا بعملها أضف إلى ذلك، سيعمل Inherit للـ Abstract Methods الموجودة فيها وممكن أن أنت تستخدم شو؟ تستخدم أحد الميثوتس اللي موجودة لاحظ أنت في عندك الـ Init عندك الـ Destroy عندك الـ Service لكن حالياً، إحنا أوتوماتيكين هو ما أخذ الـ Do-Post و الـ Do-Get خلوها الـ Do-Post و الـ Do-Get ما نغير أي شيء فيها نضغط على Finish ننتظر شوي حتى يقوم بتحميل الـ Serverlet طيب، في الـ Serverlet نلاحظ هنا هنا في عندنا Xات أوكي جماعة الـ Windows، ممكن أنت ما يكون عندك X أوكي لاحظ هنا بيقول لي Create Annotation هون لما بعمل Import لاحظ في مجموعة Imports بيقول لي أنه مش موجودة صح؟ لاحظ Create Class بمعنى أنه هذا الـ Class غير موجود طيب، هل هو خلل في الإكليبس؟ ليس خلل في الإكليبس أوكي، أحنا بس مجرد أنه نحتاج أنه نعمل Import للـ Serverlet لجماعة الـ Windows أكرر لجماعة الـ Windows ممكن أنت ما تصادف هذه المشكلة أوكي؟ لكن لجماعة الـ Linux لاحظ أنا صادفتني هذه المشكلة شو اللي أنا أحتاجها؟ أحتاج أنه أعمل Right Click للـ Test أنزل للأسفل أختار الـ Properties أوكي؟ تعمل Right Click على الـ Project وتختار الـ Properties تذهب على الـ وين أنت؟ Java Compiler لا، مش الـ Java أو الـ Server لا، ليس الـ Server وين هو هيكون؟ آه، Java Path Build Path تذهب على Java Build Path تذهب على Library في Library ممكن تضيف Add External Jars الـ External Jars اللي أنت تحتاجها أنه تذهب لـ لاحظة هنا أنا في عندك تذهب لمسار اللي موجود فيها الأباتشي أنت وين وضع الأباتشي؟ Tomcat اللي قمت بتحميلها من الأنترنت صح؟ أنا وضعتها هون في الـ Home أضغط Double Click أذهب لي البن في، عفوا ليس البن الـ Lib Library Lib Library واختار من عندها Servlet Servlet API Jars يقوم بإضافتها هضغط على Apply هضغط على OK ألاحظ الأكسات اختلفت بمعنى أنه قام بتعرفها ممتاز ما عندي أي مشكلة الآن كل شيء تمام طيب، هذا انحلت مشكلتها لو أجي أنظر لي طبعاً بالنسبة للـ Windows أنا ذكرت لجماعة الـ Windows ممكن أنه أنت تشوف هذا الحياة السعيدة ما عندك أي مشكل لكن في الـ Linux إذا ظهرت لك هذا المشكلة ممكن تعالجها بهذه الطريقة طيب، لو أجيت على الـ Servlet السورس لاحظ الـ Package هو محمد Servlet Java لو عملت Right Click وجيت، عملت لها Run As Run On Server كل ما أحب أشغل، لازم أشغله بهذه الطريقة أضغط على Finish بيطلب من الـ Restart للـ Server أوك، أعمل الـ Restart بعد ما ينهي الـ Restart ممكن أشوفها من البراوزر الداخلي أو ممكن أنا أذهب لـ يعني أخذ الـ Copy لاحظ أخذ هذا المسهر Copy وأذهب لـ هذا المسهر لاحظ Served Add slash Test أوك إذن هذا هو الـ Servlet اللي أنا عملتها طيب، خلنا ندخل للـ Servlet في الـ Servlet لاحظ بيقول لك Served At اللي هو هذه الجملة slash Test اللي هو بيعطيك الـ Path طيب، لو أنا حبيت أنه أغير فيها طبعاً أنا ممكن أعمل في مجموعة تغييرات فيها مثلاً في الـ هنا أنت عندك DoGet وهنا عندك DoPost فارغة ممكن أنا أستغني عن الـ DoPost مثلاً أستغني عن الـ DoPost وأدخل على مثلاً هنا احنا بنلاحظ أنه في عندك response الـ GetWriter Append أنا ممكن أحذف هذا كله لاحظ أنا أحامل شيء Enter ممكن أذكر هذا أيضاً ما يحتاج ممكن أذكر مثلاً لو إجاد كتبت For example Print Control Space سأعطيني اسم المكتبة Print Writer اللي هي من Java I-O Print Writer سأسميها سأسميها بالـ Print Writer كـ Small يساوي أوكي أوكي لاحظ هي من مكتبة HTTP Servlet response . سأسمي . سأسمي 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 و أجي هون أقول له مثلاً For example . دعونا أشوف Print في عدنا Print أحنا وفي عدنا Print Line طبعاً هنا Print Line لاحظ Print Line اللي هو New Line هيعملك يعني ممكن تدعمل Print عادية هنا في هذا Print ممكن أكتب مثلاً لديكم String . . وعمل لها . 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 وأيضاً احنا بنستخدم من السعر فلات تمام؟ طيب خلينا نشوف التايم نوقف نكمل درس القادم